ناخد بقى مين يعني بيجيء مع مين يعني طيب زي ما قولنا بقى الأبراج النهرية بتمشي مع الهوائية والأبراج الترابية بتمشي مع المائية لكن في بعض الحالات الشزة أنا بشوف أنه مثلا مالاش تاني يعني حيث بتوليه الوقت أنه احنا قولنا الأبراج الهوائية اللي هما الدلو والجوزاء والميزان دول يمشوا مع بعض ولا يمشوا مع يمشوا مع بعض ويمشوا كمان مع الناريين اللي هما الأسد والحمل والكوس يعني هما نفسهم يمشوا مع بعض وكمان يمشوا مع الأبراج النارين بس في عندي ملاحظة يعني الأبراج اللي قصاد بعض للأسف ناس كتير يقولولي دي الأبراج اللي بتبقى قصاد بعض في دايرة الأبراج دي برج الجواز بتاعه لا ده مش برج الجواز بالعكس الأبراج اللي بتبقى قصاد بعض في دايرة الأبراج زي مثلا الميزان والحمل ينجذبوا البعض لأنهم مختلفين هم ممكن يكون فيه نقطة تشابه لكن هم مختلفين وينجذبوا البعض وممكن يكرهوا بعض جدا ممكن يحبوا بعض قوي وممكن يكرهوا بعض قوي لأن فيه نقطة اختلاف يعني فلسفتهم في الحياة مختلفة وبالتالي هنا أحط أن الميزان والحمل لا مش شرط يكونوا رائعين مع بعض طيب تعالي بقى قرصنا الولد سيكذا فهمنا أنه الهواء مع النالي والترابي مع الماء الماء